معقول تكون بتتفرج عليا ولسه مش عارف الفرق بين ألوان القماش وألوان الجواش وألوان الأكرالك هي حاجة لغبط برضو طب بلاش هسألك سؤال تاني ينفع نرسم بألوان الجواش على القماش؟ هديك ثواني تكتبلي في التعليقات ينفع ولا ما ينفعش؟ اوعد غش علشان الإجابة موجودة في نص الفيديو فقبل ما تكمل الفيديو تبلي ينفع ولا ما ينفعش ويلا بينا نبدأ الفيديو علشان أقول لك الإجابة السليمة خلي بالك لازم تعمل لايك علشان ترفع الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان أي فيديو من الفيديوهات اللي هنزلها يوتيوب يبعث لك إشعار الـ Notification إن أنا نزلت فيديو ويلا بينا نبدأ هجهز بقى الأدوات اللي أنا هرسم بيها ودلوقتي لازم يكون عندي الشنطة القماش بتاعتي بأي شكل إنتوا عايزينه وهختار الرسمة اللي أنا هرسمها طبعا أنا دي رسمة كبيرة أنا مش هقدر أرسمها رسم مباشر على القماش على طول فأنا كنت رسمت الرسمة دي معاك وقبل كده على الورق زمان خالص وهتلاقوا الفيديو ده من الفيديوهات القديمة على القناة وصورتها عملت منها كذا نسخة منها أحجام صغيرة وأحجام كبيرة بحيث إن أنا لو عايزة أطبعها على أي قماشة بنزلها زي ما تشايفين كده باستخدام الكربون هحط الكربون وهحط فوقه الرسمة اللي أنا قررت إن أنا أستخدمها وبألم لونه يكون مختلف عن لون الرسمة هبدأ إن أنا أضغط على كل الرسمة بحيث إن هي تطبع تحت على القماش أهم حاجة إن أنتوا تثبتوا الرسمة بتاعتكوا كويس جدا علشان ما تتحركش كده أو كده وتبدأ الخطوط تتلغوش وكمان اضغطوا كويس بالقلم بحيث إن أنتوا تتأكدوا إن الرسمة بتاعتكوا اتطبعت كاملة أنا شلت هنا الكربون فلاقيت فيه مكان فاضي بدأت أعيد عليه من تاني من غير ما أحرك الرسمة أشيلها على الآخر حاجة بسيطة ممكن تكون مش ظهرة قدامكو هنا من الكاميرا لكن أنا في الحقيقة ظهرة عندي كويس ويلا بينا ندخل على الألوان بالنسبة يا جماعة الأنواع الألوان أنا دلوقتي أكتر نوع ألوان كنت بحبه اللي هو بريمو مكتوب عليه إن هو بريمو ألوان قماش وهو ده نوع أعتقد أن هو إيطالي ما بقتش ألاقيه يعني الكميات دي عندي بقالها فترة وكبيرة ومش بضخلص فأنا حاليا ما بقتش ألاقيه بسهولة يعني ممكن تلاقوه مثلا في مكتبات ساميرو علي اللي في مصر معرفش بقى دوروا يعني دوروا وابحثوا على المواقع على الأونلاين شوفوا لو في منه أو لا ده أحسن نوعنا استخدمته فيه برضو عندكو سيتا كالر ده من شركة بيبيو معرفش إن زم بيبيو صراحة أنا ما استخدمته شخصيا لكن ناس كتير جدا فيه ناس كتير استخدمته وقالت كويس فيه كمان اللي هي علبة فيبر كاسل اللي بتبقى بارتمانات صغيرة وانا رسمت بيها معيكو كتير قبل كده في الفيديوهات وكانت من مفضلاتي طبعا سعرها غيلة طبعا دلوقتي بشكل غريب وفيه طبعا أنواع محلية بقى أسوأ كنتوا في مصر وكنتوا في السعودية كنتوا في العراق كنتوا في أي مكان أكيد هتلاقوا فيه برندات ألوان عاملة ألوان وماش وعايز أقولوك يا جماعة إن صدقوني عن تجربة مش الفكرة في نوع الألوان إيه بقدر ما الفكرة أنت بتشتغل إزاي التكنيك بتاعك وانت بتشتغل عامل إزاي وبتتبع الخطوات اللي احنا في كل فيديو ألوان قماش أو رسم على القماش بنقولها لكن فيه ناس بتحب أن هي فكرة أن أنا لو معايا نوع معايا من الألوان فهو ده هيبقى النوع الخارق اللي ما حصلش وهو ده اللي هيمشي وما فيش حاجة تانية غيره لأ يا جماعة لازم أنت تتقن اللي أنت بتعمله وتعمله بحرفية والتكنيك بتاعك يكون نظيف وكويس وده اللي هنعرفه وإحنا بنتكلم وإحنا بنرسم في الفيديو إن إحنا إزاي نرسم واللون صح فركزوا في الفيديو علشان تعرفوا بأي نوع ألوان إن انتوا تعملوا وتطلعوا رسمة طحفة ممكن كمان نستخدم ألوان أكريلك عادي بالذات إن دي شنطة والشنطة يعني مش كل ما هنلبسها هنخسلها كل ما هنلبسها هنخسلها فأي نوع ألوان أكريلك هيمشي معانا أنا معايا ألوان برضو الببيو الببيو حلوة جدا خطيرة يعني حسيتناها مرنة مش فرقة كتير قوي عن ألوان القماش برضو جربت قبل كده كيب سمايلينج مش وحشة بس يعني مش أحسن حاجة اللي رسم قبل كده واشترى ألوان قبل كده عارف الأنواع اللي أنا بقولها دي ممكن تبحثوا عنها على جوجل أو ممكن هكتبها لكم إن شاء الله في الديسكريبشن بوكس علشان إيه تروحوا تشوفوا يعني تتفرجوا تشوفوا أسعارها إيه في الأونلاين وكده إنتوا كده عارفتوا إيه هي أنواع الألوان اللي ممكن نستخدمها قلتلكوا ألوان القماش وألوان الأكرالك هكلمكم عن ألوان الجواش بس نخلط بس اللون أول درجة لون معانا دلوقتي علشان ما أضيع لكوش وقتكو أول حاجة إن إحنا هنعمل اللون البشرة بتاع عروس البحر اللي إحنا هنرسمها اللي هو لون الوجه أو اللون الجلد هنحط لون أبيض وهنخلط عليه نقطة أصفر ونقطة أحمر ونخلطهم كويس مع بعض لحد ما يطلع معينا اللون ده أنا هنا عملت درجة وجنبها في الخانة اللي جنبها بتاعت البلتة هعمل درجة كمان تكون على بنك شوية وعلشان أنا بشتغل يبقى عندي تنوع في الدرجات ما يبقاش كلها كده صلت كلها لون واحد لا يبقى فيه تدريج لوني هتشوفوا ده وأنا بلون معاكم هحط في ظهر الرسمة أي كارتونة عندي علشان أحمي ظهر الشنطة الألوان ما تبقعش وهبدأ أجهز عندي الفرش بتاعتي زي ما دايماً بقول لكم الفرش اللي بنستخدمها في أي مشروع إن كان بتكون فرش حسب حجم المشروع أو حسب الرسمة اللي أنا هرسم أنا اخترت هنا تلات درجات من الفرش اللي هي الدبابة وأربع أو ممكن تلاتة عادي من الفرش اللي هي المبططة عادي ممكن أستخدم اتنين منهم تلاتة منهم مش هستخدمهم كلهم عادي حسب المساحة اللي أنا بشتغل فيها هبدأ الرسمة بتاعي بإن أنا أحدد الرسمة بتاعتي كلها بلون أسود علشان الخطوط بتاعتي متوهش علشان برضو مش طلع قوية قوي ممكن الكربون يكون ضعيف أو القماشة ما لقطتش اللون فهبدأ إن أنا أحدد باللون أسود هتلاحظوا هنا استخدمت ألم ده ألم كان جاي مع بعض وكده بتبقى سيت على بعضها فيها تعريباً خمس أو أربع ألوان أو ممكن ستة ماركت فابري كاسل لو عرفت حطت الكسورته هنا هحطه لكم وكنت طلبة أونلاين يعني ممكن تستخدموا ده واستخدموا فورش شرفيعة كده شوفوا أنا هنا حددتها كلها وسبتها تجف يعني ممكن تسبوها مثلا نص ساعة ساعة وبعد كده تبدأوا تلونوا الألوان بتاعتكم حبيت أبدأ التلوين باللون البشرة يعني علشان هو واخد أكبر مساحة تقريباً وهبدأ إن أنا أملى عندي الفراغات هنا تعالوا بقى دردش معاكم في السؤال بتاع الفيديو إيه الفرق ما بين ألوان الأكراليك وألوان القماش وألوان الجواش لو أنتوا متابعيني هتكونوا عارفين لكن الجداد واللي أول مرة يتعاملوا مع الألوان أنا هقول لكم ألوان الأكراليك وألوان القماش هم متشابهين جداً جداً اللي اتنين لما بيجفوا بيبقوا مقاومين للمية بتحولوا كده المادة عاملة زي البلاستيك ومهما جي عليها مية مش بتدوب إلا لو كانت الألوان بقى راضية فممكن لو جي عليها مية أو الحاجة نلاقيها بتتفتفت مثلاً أو بتتشقق أو بتتأشر أما ألوان الجواش فهي شبيهة جداً بالألوان المائية يعني لما أحط عليها مية وبعد كده أسيبها تجف شوية يعني أرجع لها تاني أقدر أحلها تاني بالمية وبيكون شكلها كده زي اللي أنتوا شايفينها أحط لكم صورة على جنب هنا الشكل ده بتكون كده إيه يعني بارتا موناطس وغنونة خالص بنستخدمها في البدايات بتاعتنا في الكلية في التعليم يعني هي لأنها ألوان سهلة خالص فأنا ممكن أعلم بيها الأطفال أو لو أنا مش محترف ومش عايز أعمل لوحات احترافية أرسم بيها على ورق أو على الكانفاس لكن ما يترسمش بيها على القماش إلا هنلبسه لأن هي هتدوب في المية فأنا كده غششتكم الإجابة بتاع السؤال فلو أنتوا لسه معايا لحد دلوقتي هتعرفوا الإجابة وتكتبوها لي في التعليقات عرفوني بقى إذا كنتوا معايا لسه ولا لأ أنا هنا بدأت إن أنا أزود لون درجة كمان علشان ألوان بيها وأعمل بقى أعتقد هنا الدرجة دي فتحة فهبدأ أعمل بيها الأماكن الفتحة في عروس البحر كده أنا خلصت الجزء بتاع الإيد والجسم وهنا كنت وقعت حتة ألوان من البنك دي على وشها فهشوفونا هعالجها إزاي بمنزيل وهرش عليها نقطة مية وهمسحها بسرعة قبل ما تجف لأن زي ما إحنا اتفقنا قبل كده اتفقت معاكم إن لما اللون بيجف خلص صعب إن إحنا نشيله وكويس يعني هو كده كده هيدارة باللون بتاع الوش يعني فما فيش مشكلة أنا هنا كنت بدأت أعمل اختبار لللون البنك بتاع شعرها ده خلي بولك يا جمال أنا مصورة الفيديو ده قبل ما كان عندي لقاء في قناة نيل فاميلي لو أنتوا فاكرين كنت واخدة معايا الشنطة دي كنت رسمة نص الرسمة قلت أصورها علشان برضو تبقى مفيدة ليكو ورحت بيها البرنامج كملت الرسمة هناك لأنه وقت البرنامج طبعا قصير جدا مجرد بس إن أنا بشرح تيبس سريعة أنا بعمل إيه فيعني كنت مستعجلة جدا وأنا بصور وكنت في صراحة ملبوخة يعني فعشان كده هتلاقوني حتى لونت الجزء البينكي ده وما كنتش صورت لأن شخصية ديزني دي لو أنتوا عارفين اسمها إيريل وكانت على ما أظنني يعني يا رب أكون بنت اسمها صح وهي أصلا شعرها أحمر أحمر بقوة يعني ممكن برضو أشوف لكم صورة تتحطى على جنب هنا بس أنا كنت عايزة لون بينك علشان تليق على لبس معين عندي وأنا عايزة ألبسها عليها باللون البينكي ده حتى يعني كانت الموزيع مستغربة قوي إن أنا حطة لون بينك بس يعني عايزة اختيارات شخصية أنا لو عايزة أعملوا أخضر هعملوا أخضر فأنت لو عايزين تعملوا أي لون مناسب لللبس بتاع العيد بتاعكم اعملوها يا جماعة وبعدين تنفع بقى للخروج وتنفع شنطة بحر وتنفع حاجات كتيرة جدا اعملوا اللي أنتوا عايزينه انطلقوا بس بعد ما أنا حطيت اللون البينكي ده عجبني وغمأته شوية بالأسود باللون البينكي ده بالأسود عشان أحدد الشعر مش بلون أسود صرفي يعني بلون أسود كده يكون إيه مدي على بينكي شوية فيطلع شكله لذيذ اللي بعمله دلوقتي ده يرجع لمستواكم ولكدرتكم على تديجي الألوان إن انتوا تحطوا اللون بنكي صريح جوه كله خصلة شعر مثلا أو لو أنتوا حابين على الأطراف ما أخل بلون أغمأ أبدأ إن أنا بعد الأسود ده أحط لون أفتح شوية أفتح شوية أفتح شوية لحد ما أدخل على درجة البينكي الأساسية بعد كده أحط طاطش أبيض ده لو أنت في لفل عالي لو أنت اللي بترسم لسه مبتدئ وبتتعلم لا خلاص خليك حط لون واحد مش هيجرى حاجة كده كده أصلا اللون سواء هتحطه أحمر أو بينك فهو هيبقى لون يعني منور بيدي إضاءة كده من نفسه مش محتاج إن إحنا نلعب فيه كتير مجرد بس ممكن هوريكو إزاي تدو لمعة الشعر بتطش أبيض كده في الآخر أنا بتوقع أو بفترض يعني إن ممكن يكون اللي بتفرج علي في الفيديو ده أول مرة يشوفني أو أول مرة يحاول يرسم على القماش فبحاول إن أنا أديكم كل الأوبشنز اللي تساعدكم إن إنتوا تعملوا شنطة العيد وتفرحوا بيها من غير أي تعائدات بعض خصل الشعر هنا ما كنتش حددتها فحددتها عادي خالص بعد ما لونتها دلوقتي أنا هحط ألوان على بقية الرسمة كلها بطريقة صالد مش هعمل أي تدريج ألوان هحط بس أول لير أنا دايما أقول لكم أهي زي ما أنت شايفين أول لير ما بحطش فيها تدريج ألوان لون عادي خالص زي ما اتفعت قبل كده في رسم الأكريليك إن إحنا بنعمل حاجة اسمها بطانة وبعد البطانة زي ما بتجف ببدأ إن أنا أعمل عليها طبقة تانية وممكن طبقة تلتة كمان لو الأمر احتاج كده أنا حطيت لون على كل الرسمة بتاعتي وبصراحة كان في جزء منها في البرنامج أنا عملت فعلا طبقة لون لكل الرسمة ودلوقتي بقى هبدأ في عملية تدريج الألوان ركزوا عشان لو أنتو عايزين تتعلموا تدريج الألوان هتستفيدوا إن شاء الله ما بخففش بقى اللون قوي في الطبقة التانية دي لحد ما كسيف رشة ميز غنونة وقدمج اللون كويس وحاول بقى إيه أشرب اللون للأماشة هي دا بقى هو دا التكنيج بقى خلي الرسمة تطلع حلوة أو وحشة الألوان تشقق إن انتو كده الفرشة مع القماشة تحسوا إن هم كده بتعزفوا بتعملوا كده إيه يعني مقطوعة مش حطوا الألوان كده كسيفة خفيفة تقيلة أي حاجة عق وليس كل كويس لأ الموضوع محتاج تركيز ودقة أنا هسكت وإيه هسيبكو تتفرجوا عشان ما بقاش رغاية أكتر من كده ركزوا جدا في اللي أنا هعمله دلوقت هنا بدأت أشتغل في نجمة البحر وما حددتهش بأسود حددته ببني وهدرك فيها الألوان من اللون الأصفر اللي رايح على أورنج شوية لحد ما أدخل على الأصفر استريح نسيت أقول لكم في أول الفيديو تجيبوا أصلا الشنط القماش أو التوتباك دي منين أنا كنت عامل لكم فيديو من شهر تقريبا أو يمكن أكتر عن مكان كنت بعتولي قبل كده الشنط القماش بتاعتهم وخطيرة يا جماعة بجد تحفى عجبتني جدا تأفين نظيف والقماشة حلوة والسوستة بتاعتها جميلة ونظيفة ومظبوطة فأنا سيب لكم اللينك بتاعهم في الـ ديسكريبشن بوكس روحوا ممكن تعملوا أوردر منهم يعني إلحقوا قبل العيد لو أنتم عايزين تعملوا فعلا شنطة العيد فإلحقوا بقى قبل العيد بسرعة علشان تلحق توصل لكم ويترساموا عليه كمان عندهم ألوان أعتقد اسألوه إذا كان عندهم ألوان أو لا ألوان قماش أو ألوان أكريلك الحاجة اللي أنتم حابين تشتغلوا بيها بدأت لون الشفيف والسنان السنان يا جماعة مش بتبقى بيضة صريحة لأ بتبقى يعني واخدة ظل واخدة ظل علشان هي طبقاء داخلية مش حاجة ظهرة على البق أنا طبعا أنتم عارفين من أنا التكنيك بتاعي أنا مش بعمل الطبقات كلها والطبقة لازم تكون الطبقة جفت وبعدين أعمل عليها خلاص بعد ما دركت ألوان كل حاجة أبدأ بقى أخد الألم الأسود أحدد أي خطوط تاهت مني أي ملامح زي ما أنتم شايفين كده الرموش أي بقى تفاصيل بسيطة في الآخر وبعدها أخد الفورشاب لون أبيض وأبدأ أحط اللمعات زي ما أنتم شايفين كده لمعة الشعر مثلا لمعة الشفايف أي لمعة عايزة أضفها لمعة الضوافر بتاعتها يعني الطبقة بتفرق قوي بتدي شكل لذيذ زي ما اتفقنا في الأول سواء استخدمته ألوان أكريليك أو ألوان قماش فهي مجرد ما بتجف بتبقى سبتة مع المعيار لكن في خطوات تانية لازم نعملها فنتأكد بنسبات الرسمة على القماش سواء جد غسلتها أو مع الزمن أو مع مرور الوقت الرسمة ما تقشرش أو تشاء هقولكو دلوقتي قواعد التثبيت مع بعض كده لازم تعملوها أولا بسيب الرسمة تجف معايا يعني حوالي من 6 ساعات لـ 24 ساعة وده بيعتمد على حجم الرسمة وعدد الطبقات اللي أنا عاملها يعني لو عامل رسمة صغيرة بطبقات بسيطة جدا خلاص أنا مجرد بس مثلا يعدي عليها ليلة مثلا خلاص كده الرسمة جفت طب لو الرسمة كبيرة وفيها طبقات كتيرة لا أنا أفضل إن هي تتساب حوالي 24 ساعة لحد ما أتأكد تماما إن كل طبقات الرسمة جفت تاني خطوة وهي المكوى زي ما تشايفين كده أنا الرسمة جفت معايا تماما هجيب قماشة قطن نظيفة وتكون خفيفة مش تقيلة قوي وحط الرسمة بتاعتي وهجيب مكوى المكوى زي ما انتشايفين درجة حرارة متوسطة مش عالية قوي ممكن عليها شوية بصوا يعني أنا بخاف عليها صراحة بزداد في ألوان زي اللون البينك واللون الأحمر تلاقوا اللون زي كأنه غير كأنه كده حصلوا ايه زي تحرق فأنا بخاف عليهم جدا بضغط بضغط قوي وبعدين بشير القماشة علشان ما تلزقش في الرسمة وبكرر موضوع الضغط ده حوالي مرتين ثلاثة أربعة لحد محس ان اللون والقماشة بقوا تقريبا حاجة واحدة بعد كده بسيب الرسمة بتاعتي مش أقل من أسبوع قبل ما لا على طول لا ليه ليه تعملوا كده أصلا انتو لازم تكونوا وانتو بترسموا القماشة اللي انتو هترسموا عليها نظيفة وانتو وانتو بترسموا مش محتاجين ان انتو مش بتوسخوا الرسمة أو تعملوا عليها اي حاجة تانية تخليها تكون مش نظيفة فاحنا بنعمل على قماش نظيف فمش محتاجين ان احنا نخسله بعد ما رسمنا عليه ومش قبل اسبوع على ما تخسله الرسمة طيب خلاص سبناها تنشف سبتناها بالمكوى ولبسناها ومحتاجين بقى ان احنا نخسل الحاجة اللي احنا رسمناها دي الغسيل يكون طريقة هادية مش يعني مش بعنف بلاش الغستالة بلاش خالص وطبعا ممنوع ممنوع الميا اللي فيها حرارة ممكن نستخدم مسحوق هادي مسحوق مثلا اللي بيبقى جل من غير ما يعني اجي نحية الرسمة وقعوض افرق فيها لا الغسيل بهدوء وبعناية شديدة حاجة هندمية شيك حلوة نحافظ عليها مفيش داعي ان احنا نبهدلها مع عنا في الغسيل بس كده يارب تكون الرسمة عجبتكم دي كانت الرسمة بتاعتنا ممكن تعملوها زي ما قلتلكو على شنطة العيد او جاكت العيد او اي حاجة عندكو عايزين تجدوها كل سنة وانتو طيبين يارب يكون الفيديو عجبكو اوعى تنسوا تعملوا لايك عشان نرفع الفيديو على اليوتيوب وتنسوش تعملوا اشتراك عشان ما يفوتكوش ايه فيديو من الفيديوهات اللي بتنزل ويارب يكون الرسمة عجبتكو ودلوقت اقول لكم سلام